بغداد أم والأم أنثى أنجب العراق العاصمة والمدن العريقة كما أنجب العراقية من رحم تاريخ أبي الحضارات وأي امرأة حملت وجع العراق في رحمها ليس دسعة شهور فحسب بل منذ البدء وإلى الأبد حقه المسلوب على مر السنين فيما هي الثورة والثورة أنثى وهي الأمل والأمل لا يموت الحقوق المسلوبة في مجتمع يضرب به النزاع نزاع لأجل المصالح والطمع بسرقة العراق نزاع لا يأبه بأن يأخذ أي مواطن حقه في الوطن فما بالك بالعراقية الصابرة والصبر طويل يمتد منذ العام 1953 الذي فوعل فيه القانون المدني العراقي وغابت عنه نصوص كثيرة أهدرت فيها حقوق المرأة وبالتأكيد فإن في بلد كالعراق ترزح المرأة تحت وطأة السلاح والقتل والخطف وغياب الأمنة رغم أن أعداد النساء في العراق يصل العام الحالي ما يفوق الثمانية عشر مليون امرأة أي ما يقارب نصف المجتمع لكن حقها في المناصفة ووقف أشكال العنف أو التحرش أو الزواج القصري ناهيك عن ثقافة العيب التي يتستر تحتها كثيرون لأجل خنق حياة أنثى ما تصرخ المرأة مجددا من أجل المطالبة بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تخفف من عقوبة القتل بدافع الشرف على الوجه الآخر أيضا تتضح معالم التهميش من جهة ومنح المرأة العراقية حق المشاركة السياسية بشكل صحيح وعلى التغيير المنشود تغدو آمال العراقية اليوم معلقة في سماء الوطن تبحث عن منقذ قد يأتي بحقها المسلوب فالوطن نسيج من شعب ينجب كل يوم حلم الحياة لتبقى العراقية ولادة الأحلام فداء ليبقى الوطن